مساء الخير والهنى والسعادة والجمال مساء كل حاجة حلوة عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة في برنامجكم صالون رودي النهاردة هنتكلم معيكم عن موضوع مهم جدا وعن أبرز المشاكل اللي بتكون في مجتمعنا ما بين الرجل والمرأة هنتكلم النهاردة عن الرجل المتسلط وقد إيه الرجل المتسلط بيسبب لنفسه مشاكل كثيرة جدا بين جميع أطراف المجتمع اللي بتعامل معهم طبعا ما بين صدقته ما بين أصدقائه ما بين أولاده ما بين رئيسه في العمل أي أن كان يعني الناس اللي بتعامل معهم في حياته كلها طيب إحنا عايزين نعرف طبعا المشاكل اللي بتواجهه ما بينه وما بين زوجته في أنه بيكون متسلط كمان عليها في اختيارها اللي بسها اختيارها لأكلها كمان طبعا يعني حاجات كتيرة جدا بيبتدي تسلط عليها درجة أنه بتقدي مشكلة كبيرة جدا 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 بتؤدي دستة أنها تضطر تكذب عليه وتضطر أنها تتصرف من وراه في جميع أمور حياتها من غير ما تشاركوا فيها طبعا دي مشكلة كبيرة النهاردة محتاجين نتناقش فيها عشان نحلها طبعا مع بعض ونشوف أساسها إيه مع ضيفنا اللي حنتعرف بيه بس الأول نشوف مطبخنا النهاردة مفاجأة كده في المطبخ بتاعنا وعايزين نقول أني يعني هي أصغر شيف في مصر موجودة معي النهاردة أنا مشطة بيها ومنبهرة بيها حقيقي وبسنها ورغم أن صغر سنها إلا أنها عاشقة للمطبخ خلنا بقى نشوف النهاردة معينا شيفتنا الصغيرة سامة محمود خلان رحب بيها ازيك يا سامة؟ الحمد لله كويس الحمد لله كويس الحمد لله قولنا بقى يا سامة انت عندك كم سنة؟ عندي 11 سنة ما شاء الله طيب وليلي يا سامة تحبي المطبخ؟ او بحبه من زمان طيب ابتدتي بقى في الموضوع من إنت؟ انا ابتدت من سنتين طيب ما شاء الله طيب قولنا بقى يا سامة هتقدم لنا إيه النهاردة؟ هعمل الكده الاسكندراني و هعمل سلطة البطاطس بالمايونيس ما شاء الله طيب يا سامة عايزين بقى النهاردة نسيبك كده تحضريننا اكلنا حلو ده؟ نعم تمام ونرجع لك تاني طيب يلا نبتدي؟ طيب هنرجع لك تاني موضوعنا و هنكمل مع ضفنا و أولى فقراتنا النهاردة عشان نعرف و نتناقش في أهم المشاكل طبعا في المجتمع اللي قلنا عليها وهي عن الرجل المتسلط مع ضفنا و المحاضر التنمية البشرية أستاذ عبد الرحمن سالم فهنا نرحب به من أولنا أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا يا نهاردة أهلا بيك أخبارك إيه؟ الحمد لله مشارفنا النهاردة في سن نرودي رب أنا أعزك أنا سعيد جدا بتوجودي معاك النهاردة وبتوجودي الشافة الصغيرة اللي إن شاء الله كده يعني نشوفها في أكبر المنصات الإعلامية بإذن الله تعالى يا رب يا رب أستاذ عبد الرحمن أنت ظلمنا ليه بقى؟ أنا أقش عليك كده مرة واحدة أقولك ظلمنا ليه؟ هو خلينا نقولي رادوان الموضوع طبعا اللي أنت بتتكلمي فيه النهاردة هو موضوع شائك ومن الموضوعات المهمة جدا خلينا نقول أنه هو من موضوعات العصر اللي كل يوم للأسف بينتج عنها العديد من حالات الطلاق اللي إحنا بدأنا نشوفها في الفترة الأخيرة بسبب حاجات كتير جدا لكن أولى الحاجات دي أنه إحنا دائما بنلاقي إن الستة تقول للراجل أنت ظلمني والظالم الراجل يقول للستة أنت اللي ظلمني طب هو أساس المشكلة دي إيه؟ أو من الطرف الصحة والطرف الأصحة؟ ده اللي إحنا عايزيني النهاردة إن شاء الله نبتدي إن إحنا نوعي الناس بيه ونعرف الناس بيه إنسان كامل لكن بيكون فيه سقطات وثغرات كلنا بنقع فيها سواء إحنا كجانب الرجال أو منكم كجانب النساء يعني برضو أنا همكتل الرجالة والهاردة تنفسر النساء مش هننكر ده برضو أكيد طبعا أكيد زي ما فيه رجالة متسلطين في ستات متسلطة بس حضرتك ده عايزيني نعرف يعني التسلط ده حلال ولا حرام وجهة نظر بصي خلينا نقول أول حاجة مش هنتكلم عن الرجل ولا عن الست هنتكلم على إن الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأحسن في خالقه علشان كده هو الإنسان دايما بيرقى بصفاته وبأخلاقه أولى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها لكل إنسان إن هو يكون عنده حاجة اسمها الحرية يبقى رقم واحد لازم كل واحد فينا يتمتع بالحرية لما نيجي نلاقي إن في طرف من ضمن الأطراف بيحاول إن هو يقايد طرف آخر وهو ده اللي احنا بنسميه التسلط لأ يبقى إحنا هنا عندنا مشكلة طيب طالما إحنا عندنا مشكلة فأكيد في أسباب للمشكلة دي فلو إحنا جينا كده بصنا للراجل والست الراجل اللي بيتسلط هنلاقي دايما إن الراجل اللي بيتسلط هو رجل غير كامل دايما حاسس بالنقصة حاسس إن هو مهمش حاسس إن هو لا يلقى الاهتمام الكامل من كل الناس اللي حواليه فعلشان كده بيبتد يعوض هذا النقص بإن هو يتسلط على غيره أو يحاول إن هو يفرد شخصيته أو يبايد إن شخصيته قوي أكيد طب تعالي لي الطرف الثاني بقى هلاقي دايما نحن بنطفق إن ده غلط وإن ده سبب رئيس من الأسباب اللي بتؤدي لتسلط الراجل طب السبب الثاني بقى أو الجانب الثاني جانب المرأة هنلاقي إن فيه كتير جدا من السيدات التي تعشق الزواج من ضعاف الشخصية رجل الأول المتسلط ده احنا قلنا إن هو رجل إيه؟ ضعيف يعني التسلط بيرجع إلى ضعف الشخصية يعني فيش راجل متسلط إلا إذا كان ضعيف وما فيش ستة برضو متسلطة إلا إذا كانت هي حاسة بإنها ناقصة أو بدعفة في شخصيتها ده نتيجة لإيه؟ إن إحنا ممكن نلاقي إن المرأة أو الستة دي هي ناقصة الأنوثة فمش شايفة إنها جميلة مش شايفة إنها طلقة القبول الكافي عند الطرف الثاني فبالتالي بتحاول دايما باستمرار إن هي تتصايدل العديد من الأمور والثغرات علشان تحسس الروب البقاني ستة عبد الرحمن دور الراجل يعني أنا شايفة إن دور الراجل إن هو يهتم بالستة إن هو يديها الاهتمام الكافي اللي ما يخليهاش تتسلط وما يخليهاش توصل من المرحلة دي معي طبعا خلينا هنا نقول حاجة إن دايماً بنقول فيه مقولة كده دايماً بيقولك إيه الستة نكادية والراجل خايل هو ده طبعاً مقول عندنا في مصر أي حد في مصر دلوقتي يقولك لا أصل كل الستات خايلة كل الستات نكادية نكادية وكل الرجالة لا يا جماعة هي المسألة كلها مش كده إحنا اتبرمجنا غلط الستة مش نكادية والراجل مش خايل لكن تعالي بقى نكمل ده بأسلوب فعلاً يرقى لحلول واقعية الستة دايماً بتنشغل بكل احتياجات البيت فبتخلي آخر حاجة تهتمي بيها جمالها الشخص أو ظهورها عند زوجها لأنها بتتجمل لكل الناس عشان تشوفها جميلة وبتنسى تتجمل للشخص المفترض الأساسي هو شاركها في العلاقة اللي موجود معايا كل يوم اللي هو مين؟ اللي هو الزوج طيب الراجل من قطر ضغوط الحياة وسعيه المتواصل لأنه هو يوفر للأسرة كلها حياة كريمة بيضغى عليه العديد من الضغوط أول ما يوصل البيت يبتدي الستة في طلباتها فيحصل الصدام اللي احنا بنقول عليه فيبتدي الراجل يعني اعكس ويبص برده طيب بردو عايزين نقول خليني بس هنا أكمل بس الحتة دي الانعكاس هنا الانعكاس هنا الانعكاس هنا مش معنا كده علشان الستة وحشة لأ ممكن الراجل هنا مش لاقي الاهتمام المطلوب نعدل ده ازاي لما الزوج ييجي البيت لازم يكون أحد أولويات زوجته النهاية تحاول تخفف عنه عبء البيت وبعدها طلبي بقى اللي انت عايزها براحتك حقيقي انا معيك في كل ده الراجل تطف محتاج ترويب تمام كل حاجة في الدنيا محتاجة طاقة اللي انا بأكيد عشان تشتغل محتاجة طاقة عشان تنور مش معنا هتنور من نفسها محتاجة الكهرباء فاحنا كبني قدمين برضو محتاجين طاقة صحيح فزي ما الراجل محتاج ده الست محتاجة ده هي برضو بتلاقي في بيتها ضغوط وبتلاقي تربية أولاد وبتلاقي وبتلاقي لو لأيت إن الزوج اهتمام هتتجي تهتم مطفق معاك جدا فاحنا ملايش نزل بالجانب برضو احنا كده هتكلم عن جانب لسه أنا هدخل أهو بالجانب الراجل باستمرار بنقول إن السعادة تأتي من الداخل إلى الخارج يعني لازم تسعد نفسك الأول علشان تقدر تسعد الناس اللي حالي طب الزوج خلينا نقول إن فيه زوجات كتير جدا في بيوتنا المصرية بيكون عليها عبء وعليها لوت كبير جدا من طلبات بقى البيت لتنظيف البيت لطلبات الأولاد بحاجات كتير جدا 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 هنستأذينا كوزة عبد الحمامة معيش نقطع كلامك هنرجع نكمله تاني بس فاصل قصير قصير جدا جدا وهنرجع لكو تاني استنون أهلا بيكم مرة تانية ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع مشكلة الرجل المتسلط مع المحاضر أستاذ عبد الرحمن سالم وأهلا بيك الزوجة مرة جليلة أهلا بيك الزوجة مناورنا هنكمل كلامنا وإن هكن معينا قبل الفاصل بحاجة بقى نكملون سؤال لها مع بعض كنت بتتكلمي على إن المرأة بتحتاج أو الزوجة عموما بتحتاج الاحتنام ده شيء إحنا متفكين عليه جدا وإحنا بنقول لكل الأزواج إن زي ما السادت بيبقى عليها لود وإنت عليك لود إحنا بنحاول إحنا اللي اتنين نوفق في العلاقة إن إحنا نلطف علاقتنا ببعض بمعنى إيه؟ إن إحنا بنقول للزوجة مش أول ما الزوج ييجي كده في البيت تبتدي بالمشاكل بقى الخاصة بالأولاد واحتياجات البيت لأ هو بيبقى لاجع محتاج شوية هدلة احتيار دوقت المالسي بالزبط طيب بالنسبة بقى للزوج إحنا أبسط حاجة يعني فصولنا الكريم قال إيه؟ الكلمة الطيبة صدق طب ده الكلمة الطيبة دي بقى بنقول ده قولها للناس الغريبة طب ما بالك بقى أهل بيتك طبعا فدائما كلام شامل للككل بالزبط إحنا بنقول إيه إن الزوج تفط يحتاج الترويد يعني يحتاج الاهتمام برضو الست مهما كانت متضايقة هي ممكن بكلمة بسيطة خالص تقدر إن إنت تسيطر عليها وتقدر إن إنت تتخلق كل الشعور السلبي اللي ده فبنقول للزوج أبسط حاجة كلمة طيبة دايما يبتدي إن إنت حسسها دايما لازم الزوج يحسس الزوجة بتاعته إنها أحسن إنسانة في الدنيا يبدلها دايما بعبارات سعيدة علشان يقدر إن هو يقضي على كل الضغوط انفجوات بقى اللي هتحصل ما بينها دايما دايما بنشوف كده الزوج مش بيبادل الزوجة بهدية غير كل سنوات يعني إحنا لما بنتكلم هنا ونقول الزوج لازم كل فترة يا هادي زوجته حاجة مش بنتكلم على حاجة مستحيلة أو على حاجة كبيرة عشان في ناس كتير بتهاجلنا وتقول إيه بقى طب إحنا هنجيب من إيه انضغوط الحياة يعني مش شرط يكون في مناسبة يعني هادي بعضة عادي في أي وقت دا لو ورد دا بسيطة هتبقى بالنسبة لها هي يعني السعادة كلها فالحاجات الصغيرة دي حتى بتدي انطباع للأطفال وبيتعلموا من هما صغير ومن هما صغيرين إزاي يحصل التفاهم والتكامل ما بين الزوج و الزوجر بزفت فلنا التعامل يعني بتعلموه أم أكيد من البيئة المحيطة أكيد بزفت طيب هنكمل مع وسط عبد الرحمن بس ما نشوفش فتنة ورواح الحلوة بقى دي أنا مش مش أدرس تحمل بس أراف أي نفع كده قولنا ايه الأخبار يا سما كده معاكي قولنا عملت ايه بقى النهار دا عملت الكبدة خلق زي ما قلت لنا هتعمل لنا كبدة قلنا بتعمل ازاي طيب فطور سخنت الزيت كويس قوي حالو وبعد ما سخنت كويس قوي نزلت بالتوم والفلفل وقلبتهم كويس جدا لحد ما الفلفل يتبل وبعدين نزلت بالكبدة والخل والملح والكمول يعني ما بتطبيليش الكبدة قبلها ولا اي حاجة لا كل التوابل بتاعتك والفلفل وكل حاجة على النار اي وزيتي بقى سخن جدا اي لازم يبقى سخن جدا تمام وبعد ايه وقمت ايه بعد ما حطيت له البهارات قدت له تقليبة لحد ما غير لونه حالو طاط قدي ايه بقى كبدة على النار بتطبيع يضبك بس يضبك ايه تغير كده لونها تمام يعني ممكن نقول قدي مثلا تلات دقيق نقول تلات دقيق خمس دقيق طيب انتي دلوقتي شايفة في ناس كتير انا بسمع مثلا ان هما بيحبوا يقولك لا ما تغسليش الكبدة ما ينفعش تغسليها في ناس تانية تقولك الكبدة تتنقع في اللبن وفي ناس تقولك لا لازم اغسل الكبدة بالمية واي ان كان لازم اغسلها ما ينفعش احط حاجة على النار من غير عشان دي لحمة طبعا وتتنقل من قيد دقيقة طبعا لازم احتمل بالنظافة اكلي كويه انتي شايف ايه وتعملي ايه انتي طيب انا عن رأيي انا بقول ان هما يغسلوا الكبدة من قبل ما يشتغلوا بيها علشان ممكن يكونوا البائع او يكون حاطة رشش فيها حاجة او مثلا حاطة فيها بودرة او حاجة زي كده فاحنا هنغسل الكبدة كويه قبل ما نشتغل بيها كويه او طيب انتي بتقدمي الكبدة بقى بتحطي عليها ايه في الاخر وبتحطي جنبها ايه وهتقدم لنا ايه الطباق اللي جنبها النهاردة بعد ما بخلص الكبدة خالص او لما بشيلها منع النار بحط بقية الفلفل اللي كنت ساعدتها في الاول علشان لون الفلفل الاولاني بيروح اه فلون الفلفل التاني الاخير اللي انتي بتزوديه في الاخر انتي بتزوديه في الفلفل الاخر اه علشان يخلي لون الفلفل يبقى في الكبدة تمام اه وعملت جنبها سلطة البطاطس بالميونيز طب خلينا كده نسأل السيدة عبد الرحمن سؤال فيه طبعا مقولة عندنا شهيرة بمناسبة المطبخ بقى انا متطفق معها جدا مش مقولة شايف تقول اقرب طريق لقلب الراجل معدته اكيد طبعا اه موسي انا يعني انا اطفق عايز اقرب بقى المقولة دي حقيقي بقى كده النهاردة دي حقيقية ولا شايف ايه انا تطفق اه ان جنرال مش هتكلم لكن انا بتكلم علي انا شخصية اه انا اقرب طريق لقلب راجل يعني انا هتكسب قلبك بالكبدة النهاردة اه طبعا طبعا انا عايز اقولك يا رضوة ان ان هيا خلينا نقول ان احد الاشياء اللي بتصعد الراجل اه هو الاكل طب ليه الاكل طب ليه الاكل اه يعني انا دايما باستمرار ببقى محتاج ان انا في اكل معين انا بحبه فمحتاج باستمرار ان انا اشوف الاكل ده قدامي على طول هو ده الاكل اللي انا باكله وطبعا يعني الشياء في النهاردة بقى بطوب ده جايب لنا اسكندرية حد عندنا جماعة اه هي بتكافيني ومسا جايبنا كلنا ها بتجايب لنا اسكندرية قال باسكندرية كده لاسكندروني يعني او بالطريقة بقى انا بسطة بيكي جدا نسمى والله حقيق انا منبعرة ها قولنا بقى انتي قولتنا كم سنة 11 سنة وشاطرة بقى في المدرسة كده زي ما شاطرة في المدرسة او انا جادرة في المدرسة وبتعرفي تعملي اكلات تانية غير الكبدة او بقى من كل حاجة او بقى من كل حاجة صح؟ تعملي كل حاجة او بقى من كل حاجة لا ده هل لازم يجيبك معنا تادي بقى عشان تورينا الحاجات الحلوة بتاعتك دي ما ينفعش نسيبها خلاص بقى خليني بقى هنا انتهز الفرصة يا رادو معلش عايز اقول حاجة ودي من ضمن الحاجات يمكن اللي انا تربيت عليها وشفتها في بيتنا وابتدت كمان ان انا اشوفها او انشورها في بيوت كتير جدا من بيوت اصدقاء انا في بيتي لو اتكلمت عن والدي و والدتي فكل واحد في البيت ليه اهتمام معين في جانب الكل والله عينها والدتي يعني تتعف كتير ربنا نبدي اصدقاء وربنا نخلنا امهاتنا كلنا بجد والله اللي بتعملها اه لكن حاجة احنا متعودين عليها ان احنا في بيتنا كلنا كل واحد بيحب الحاجة اللي هو عايزة كلها تتعمله مش كده وبس كل حد اه اه فينا مش بياكل حاجة من غير التاني يعني لك يا انت تخيالي ان انا لو سفرت وقت كبير جدا برجع قليق كل الاكل بتاع الاسبوع متواجد في البيت الموضوع مش بيقى مرهك يعني ده انت بس بترجع بعد الاجازة دي اكيد خلوش عايزة تدوق حاجة دي اه بزبط عايزة اقولك يا الاسقاطة هنا من الموقف ده او الشهد من الموقف ده ان احنا بنقول ايه ان الاهتمام لما بيجي من الزوج و الزوجة وبيحصل التكامل ده بينعكس على الابناء فلما بيكبروا بيبتدوا ان هما يارثوا ويورثوا العادات اللي هما اتربوا عليها فدايما لازم نقول للزوج و الزوجة انتم مرآة اطفالكم ابتدوا ان انتوا دايما خلوا التفاهم هو الشيء الاساسي علشان يطلع عندنا جديد من الناس المتفهمة لوعيا شفيتنا بقى طب اه اه يلا بينا نجيب الطبقة وندوق كده وتقوللنا برضه كده وانتي بتجيب الطبقة اقولي الطبقة لطريقة الصلطة الصلطة انا جبت اول حاجة الخيار الخلل وحطيته في الطبقة بتاع اللي هاشتغل فيه وانتي جبت الفلفل الاصنح والسكر والملح والخل والمايونيز أربع معالي تقلب كل دريسنج ده كله كبيرة معالي ومع لقتين من الزبازة كبار مع لقتين كبار زبادش وقومت تقلبتهم مع البطاطس تكوني سائل البطاطس مش تلقها قوي ولا ايه ولا تسليها قوي لا تتسلي ايراني دوبك انا مش عايزها تتهري قوي صحي كده مضبوط وتقطعيها مكعبة اه بقطعها مكعبة وبعد كده بقلب البطاطس في الخليط اللي عملته كويس قوي عشان كلها تشرب الخليط تمام تتساب قبل الاكل بمدة ولا ممكن تتعمل على طول ساعة الاكل وتتقدم هي المفروض يعني انت تتعمل قبل الاكل بساعة وتتحط في التلاجة تمام عشان تدينا الطعام للطاست كويس صحي كده؟ ايه تمام يا سماع طيب ايه رأيك بانيجي هنا نشارك ايه انا المكان الفاضي جاملي اقرب طريق لقلبه الاكل ايه نجيب الاكل هنا كده على مهن واحدة واحدة بصي ممكن تسيبي طبق وديجي بطبق وبعد كده نجي ناخد التاني لا يا شطور اه معانا مداخلة تليفونية اه في حد عايز يكلم الشيف ساما سام عليكم تعالي وقى جنبي هانا عشان تكلمين عن اله اه وكمان عشان خاطر في حد عايز يكلمك مين معنا ايوه ايوه انا حضرتك عمتها ايوه 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 مين انا عمتها اتشرف بيكي انا عمت السامة اه معلش اتشرف بالأس برموي اوه اذا وضعت صوت التلفزيون عشان تسمعيني بس كوي شكرا لاتصال حول التصالي بينا تاني خط قطع خلينا بقى ندوق كده في معلقة وإي حاجة لحد ما وصيد عبد الرحماني يعني جاوبنا على سؤال مهم ليه ممكن ست تقبل براج المتصلط يعني ليه بصي هو ده الجزئية اللي أنا أشارت ديها في كلامي برضو إن ليه ست تقبل براج المتصلط هو هنلاقي هنا إن الست اللي هتقبل براج المتصلط هي ست يعني تشعر بنقص في الأنوصة بتاعتها فعايزة تكمل الجزء اللي نقصها ده بإنها تفرض سيطرتها على رجل علشان تحس دايما إنها جميلة طبعا يالله بقى بينا عشان ندوق كده أنا لها هدوق شكرا يبدأ ست ده همان هيدوق عشان إحنا خلاص كده قدامنا حاجة لحظات وحن لأسف هنختم نقص بقى بشكل مبداي الأكل تحفة جدا تسلم إيدك والطبق ده أنا هروح بيجيو حد الشيائك هكي ناس كيسيب تحكي ده علينا النهاردة عشان هنقوم من إيد سما سمحويني بقى أنا بقى أأكل سما عايزة أقولك الأكل تحفة جدا أنا بقول ربنا يبارك في الأسرة بتاعتها اللي احنا شايفينه النهاردة ده هو نتاج لأسرة أكيد الزوجة بتهتم لها والدة سما بتهتم جدا ببيتها عشان كده قدرت أنها تغرز جزء هي بتحبه في أولادها يعني أنا أثق تماما أن أكيد والداتها بتحب الأولادها متشاكرين جدا ليكو شرفتوني شرفتين يا سما ومسطة جدا بوجودك إن شاء الله بإذن الله تكون يدفعتنا تاني متشاكرين لك أسيد عبد الرحمن محاضر التنمية البشرية شكرا استفادنا جدا النهاردة بحلقتنا بصراحة وأنا زعلنا أن فقراتنا خلصت والحلقة خلصت أتمنى يكون كل حد النهاردة شافنا استفاد وأكيد دي مش هتبقى أول وآخر حلقة ستنونا في حلقات كتيرة جاية وموضعات كتيرة مهمة إن شاء الله موجودة في صالون رودي وطبعا أنا بشكر كل كرول العمل وبشكر الناس طبعا الستايلينج النهاردة شعر وميكاف وكل حاجة بجد شكرا لكم جدا وبجد إن شاء الله في حلقة جديدة أشوفكم على خير باي باي